السلام عليكم مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد ووصفة جديدة للكحة والسعال بزاف مننا اللي عدوا ولدات مرات في هاد البرد المهم هاد الوصفة رهزوين زوين والله بلا منحزة زعملنا نشكرها لكم يكفي انكم تجربوها وغاديت غاديتعرفو انها مفيدة بزافزاف المهم كيف ما اضيفو معايا خديد حامضة وقطعتها على جوج وده بك نحيد لها هادوك هادوك العظيمات اللي تكونون داخل هاد الوصفة انا درتها لولداتي والله العظيم الى زوينة درتها لهم تقريبا تلتيم مشت لهم ديك الكحة اللي كتكون عامرة هاد درتها على ديك الوصفة اللولى اللي اخليت لكم في القناة بحق هادي قد اكتبعتها لهم تلتيم المهم انا اه هنا يدرت الموس في الحامضة بحيث اش غادي نسخنها مهم غادي تشوفوا معايا الطريقة باش من باش مجيني السخونة غادي نضيف فوق هاد النصف حامضة عندي العسل الحر ممكن تدري العسل العادي انا متواجد عندي العسل الحر هو اللي درت في هاد الوصفة هادي خديت هنا يا معلقة صغيرة معا مراش وغادي نحطها فوق البوطة غادي تشوفي معايا الطريقة انا دابا درسها علىها عافية كيف ما كتشوفي معايا الفيديو واضح غادي نخليها تسخن مزيان حتى تبدأ تحرق لي من التحت محدة هي كتسخن وهي كتطلق لي ذا كلمة الحامض مع معا العسل اللي درت كيف ما كتشوفي هايا دابا كتسخن انا غادي ناخد هنا يا اه شي حاجر فاش غادي ندير ذاك المال اللي تيكون الفوق باش ميطحش لي على البوطة حيث لا طح على البوطة غادي نضيع فيه وهدك هو العسل اللي تيكون الفوق دابا غادي تبدأ الدوب ليا ديك الحامضة غادي يبدأ يدوب وهي الحامضة كالدوب وانا كن نحيي الدكلمة باش ما يدعش لي فوق البوطة غادي نستمر بحلاكة حتى تسخن مزيان انا زد دابا شوية في البوطة باش ما نطولش عليكم الفيديو المهم كان حلف ليكم والله لا وصفة زوينة بزاف بزاف غير جاربها واكيد ان شاء الله غادي تنفعك بزاف معلوليدات اولا كتليق حتى الكبار بطبيعة الحال وصفة زوينة نقية ما فيها حتى شي مواد اخرى طبيعية مية في مية وكتحيت ديك العمور هي اللي كتكون في صدر اه انا واحد ولدي كان عنده الصوت في الصدر الصوت اه صدرو هكا كيتخرشش ولكن كانت اخر حاجة درتها لي كيف مالجتي معايا راه الحامضة بدأت كتتحرق لي من تحت المهم غادي نستمر بحلاكة صفائل نحس بها سخنة وغادي نحيتها من فوق البوطة كيف ما كتشوفي ده بصافي اه حيتها من فوق البوطة ما هي ده بسخونة غادي ناخد هادي باش غادي باش نقدر نشدها ونزيد ما زال نعصرها ونستفد من الماء اللي كي لداخل المدية الحامضة ده با غادي نحاول نعصرها راه معاها سخونة كت ذاك اللي الماء ضغية كي يكون ضغية كتتسر ما كتاخدش الوقت بزاف ضغية ده كل ما كيهبط معاها كيف ما غا تشوفي معايا ما تنساش تجربها وتردي عليا اكيد ان شاء الله تردي عليا الخبار في الكومونتر وانا متأكدة غادي تعجبك يعني غير يومين ثلاثي ايام كافية شفتو هبط لي اذك العاصر دي الحامض بزاف يعني ما زال انا غادي نعصرها غير باش ما نطورش عليكم الفيديو وهاد المالي كيهبط يشربو الوليد اللي مريد اولى الكبير ولا الصغير معي لقا قبل ما ينعز مباشرة وما يشربش من مراهل ما نهائيا حتى الصباح الى طاحت لي اشي عدم راك نحيدو باش ما داروري نحيدك العدم اعطاتني هاد المب حلاكة دي الحامض والعسل يشربوه ودافي ما يكون سخون عيد فا شوية عادي اعطيه الوليد ولا البنية اللي امرض ولا حتى الكبير كيف ما قلت لكم قبل ما ينعزوا بالليل وما يشربوش من مراهل ما وان شاء الله غادي تنفعكم بزاف ما تنسوش تردو علي الخبار فليكو مونتا نتلقوا ان شاء الله في فيديو جديد ودمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة